اليوتيوب والسوشيال ميديا عملوا للناس هسس عملوا للناس جنان وانا بس عايز اقول لحضراتكو معلومة واضحة انو حضراتكو بتشوفوا ناس كتير يقولك انا عامل فلوس من اليوتيوب اليوتيوب ما بيعملش فلوس كتيرة بالنسبة للناس العادية اليوتيوب بيعمل فلوس للناس غير العادية يعني نجوم خارقي العادة يعني في بنت كورية ولا صينية ولا يابانية عملت زي 8 مليون دولار من اليوتيوب بتفتح لعب وبتعمل يعني مكسرت دنيا وراح تشترت عمارة الاهلاو ايه عندها 8 سنين انما في العادي اليوتيوب ما معمل في الشهر مثلا اللي بيعمل له 2000-3000 دولار ده بيبقى يعني برمديله بيبقى حاجة جامدة جدا التلات اربعة تيام اللي فاتوا دول حصل حدثة انا انبسطت منها انه ابتدى الناس ترفض الاشياء اللي مش طبيعية انا مش عايز استخدم تعبير تاني يعني ان انا اكون ابو ام استخدم تفلي الرضيع في فيديو ان انا استخدم انسان لا حول له ولا قوة في عمل فلوس من وراه طيب يبقى ايه عملت الاطفال يعني عملت الاطفال تبقى عاملة ازاي ما هو يعني الطفل او الطفلة البكماء دي لا حول لا ولا قوة المهم زوج وزوجة مصريين استخدموا هذا الامر علشان يعملوا رواج للفيديو بتاعهم وفجأة الاستاذ احمد حسن وزينب فجأة ابتدى المجتمع في مصر يرفض هذا الامر ويدينه وابتدى المجلس القومي للمرأة وعدد من الناشطين على اليوتيوب وعلى السوشال ميديا يرفضوا ويطلبوا حاج بهذا الامر وانه ما ينفعش ان حد يتاجر بطفلته او بطفله الرضيع على اليوتيوب يعني المسألة كانت بقالها مدة اي حد يعمل اي حاجة بس على فكرة جماعة ابتدت الناس تزهق ابتدت الناس تتضايق ابتدت الناس تقول لا احنا مش عايزين هذا الامر احنا مش عايزين نوصل لكده الطفولة ليها برائطها الحياة الخاصة ليها حياتها بالمناسبة ايضا بمناسبة الحياة الخاصة مش الحادثة دي بس ايضا في المغرب فيديو نزل لفتاة بيتم اغتصابها في الشارع الناس رفضت الفيديو قالت لك ازاي جماعة انتوا عاديين بتصوروا البنت ويها بتختصب ومحدش دخل يدافع عنها الناس ابتدت في مصر وفي المغرب وفي اماكن كثيرة ترفض فكرة التسلية لاجل التسلية او ما مكان تمنها يعني المغرب الدنيا مقلوبة على هذا الامر الدنيا مقلوبة على الفتاة اللي تم اغتصابها قدام رجالة كل اللي همها انها تصورهم علشان تنزل الفتاة وهي بتغتصب على اليوتيوب وعلى السوشيال ميديا طبعا هذا الامر بنحيي انه القومي للطفولة تدخل يعني ما نتمناش ان الناس تتسجن لكن في النهاية هذه الامور يجب ان تتوقف ويبقى فيه شوية اخلاقيات شوية ادب في السوشيال ميديا شوية ادب في الكتابة شوية ادب في التعليق شوية اخلاق في هذه الاشياء كل ده طبعا نفسنا نشوفه وما يعني من قادي موضوع المغرب وقالب الدنيا طبعا انه يعني تغتصب الفتاة والفيديو موجود على التعق ومحدش تدخل علشان يحميها اشياء كثيرة بيتم الان رفضها المسألة مش مكملة بشكل كبير شوية ادب في التعليقات شوية ادب في التعليقات